عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على همش فعليات قمة المناخ في شرم الشيخ حيث تم استعراض عدد من الملفات الهمة يأتي اللقاء في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ كما تناول الاجتماع موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية حيث تم التأكيد على أن الاحتياطات من هذه السلع عند مستوية أمنة